إخواني إذا ما كنا من أهل الجنة والنادي أهل النار فنخشى على أنفسنا أن نكون من أهل النار ننادي أهل الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين من هم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون الله عز وجل يقول وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون تدري ختم الآية بماذا؟ أفلا تعقلون أين أصحاب العقول؟ أين أصحاب الشهادات؟ أفلا تعقلون والله يبدو كثر الله منها في القرآن اسمع ماذا قال الله إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها ما أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس ختم الآية بماذا؟ كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم من أراد دار السلام فعليه بالهداية والاستقام وطريق النبي عليه الصلاة والسلام والله أكبر شباب بالله في أحد فيكم طفشان والله ما فيه إن السعادة من وجودهم أمرت وأنا أول المسلمين يا أخوان الله عز وجل ما أوجدنا إلا من أجل العبادة الله أكبر لا سفلندور والله من جد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله عز وجل يقول وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَةً تدري كم نبي؟ مثل الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مئة وارف مئة وارف مئة وارف وعشرين ألف نبي وكم رسول؟ ثلاثمية واربعة عشر رسول كلهم جوا أعبدوا الله أعبدوا الله ما لكم من إله غير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يا شيخ بدر الله ما علش قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا يا أخي والله يا عب قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب الأرش العظيم قل أفلا تذكرون سيقولون لله سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله سيقولون لله قل فأنا تسحرون إذا كان كلام الناس جميعا أنها لله لما نتوب إلى الله الله أكبر لما نترك المعاصي لله لما نسير مع الصحبة الطيبة لله لما نقرأ كلام الله من أجل الله لما نستحي من الله لما نذرف الدمع من أجل الله لما نترك المعاصي والذنوب ونقضي على الله من أجل الله شكرا